نرجع تاني يا سيد محمد يعني أطعناك شوية معلش نا لا خلص طيب إحنا كنا بنتكلم قبل المدخلة التليفونية على فكرة تعود جمهور نادي الزمالك على غياب أبو جبل والصراحة إحنا شايفين محمد عواد عامل أداء هايل جدا بس لو هنتكلم في مقارنات شايف الشناوي ولا عواد وأهم الأسلحة اللي بيمتلكها الفريقين في هذه المواجهة يعني الفترة دي عواد ماشي بشكل كويس هو واحد من أسباب فوز الزمالك بالمباراة الأخيرة أخذ الفرصة ومع سقط فريرة فيه ظهر بشكل كويس جدا في المباراة عكس يمكن محمد شناوي الفترة دي بيمرد بعدم ثبات مستوى بشكل كبير لكن يبقى حارس كبير وحارس الأول لمنتخب مصر ويعني خطأ في مباراة أو عدم ظهوره بشكل جيد وبعض المباراة ده لا يعني أنه هو سيء أو أنه حارس غير جيد الفريتين عندهم أسلحة كتير جدا الزمالك عنده أحمد سيد زيزو بعتبره يعني أفضل لاعب في مصر حاليا أو أفضل لاعب في الموسم الحالي زيزو من شيكبالا أو بن شرقي شيكبالا أو أشرب بن شرقي طبعا أشرب بن شرقي واحد منه أعتقد زمالك هتأثر كتير جدا إذا غاب بن شرقي أو إذا خرج بن شرقي منه الموسم الحالي فزيزو بن شرقي دول أهم أسلحة سفل جزيري كمان ماشي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك الدخول بقى زي إمام عشور كمان من اللاعبة بتقدم معها لزمالك بشكل جيد فده اللاعبة مؤثرة جدا في الزمالك خاصة على المستوى الهجومي في الأهلي يمكن مش قدرين نحس أن فيه لعب مؤثر الفترة الحالية في الأهلي لكن يبقى أغلبهم لعبك عندهم خبرات كبيرة جدا محمد شنوي حارس من أهم اللاعب الأهلي عمر السلية حمد فتحي أليو ديانج محمد مكدي أفشا محمد شريف كلها لعبة دولية و لعبة خبرات أعتقد بالإرهاق البدني وزي ما أنتك بتتكلم يا أستاذ محمد فكرة كمان المهزة النفسية اللي عندهم هل هيقدروا يؤدوا هل ده هيكون حافز ولا خلينا نقول هو ممكن يرجعهم شوية ده غير بقى سوارش نفسه إزاي ممكن يقدر يحن تكلمين على زيزو وعلى بن شارقي العيبة برضو دلوقتي كمان تحديدا بتمثل خطورة هيقدر في ظل كل الظروف دي إن هو يوقف يعني يتصدى لخطورتهم اللاعب الأهلي عندها خبرات كبيرة يعني صحيح فيه الأهلي بيمرد بشكل بفترة مش أفضل حاجة لكن هي العيبة عندها خبرات كبيرة لازم تساعد نفسها يعني لو العيبة دي ما ساعدتش نفسها منها يساعدها يعني لو المدير الفن ده تغير وجه مدير فن جديد محدش هيساعد اللاعبة دي إذا اللاعبة دي ما قدرتش تساعد نفسها خلال الفترة الحالية الماتش ده ماتش يعتبر أنا بعتبره بالنسبة لأهلي هو ماتش مصيري لموسم الأهلي الموسم الأهلي تحديدا يمكن الزمالك لو حتى خسر الكاس هو عنده فرصة فرص تقدم فيه الدوري والفوز بالدوري عنده فرص مزال كتيرة ومشيبك كمان فيه لوم عليه لأن الزمالك ماره بظروف سيئة وخرج منه لعيبة مهمة جدا زي ترى حامد زي أبو جبل ممكن يخرج منه كمان أشرب من شرق ما يكملش الموسم مع الزمالك لكن في الأهلي اللاعبة دي موجودة اللاعبة مستمرة فالضغوط عليهم هم كمان لازم يرجعوا يفوزوا أولا أنت لما هتفوز الماتش ده بتتعوض خسرتك نهاية إفروكيا بترجع الثقة لنفسك بترجع ثقة جماهيرك فيك وبترجع نفسك تاني للمنافسة على الدوري لأن فوزك على الزمالك هيكسبك ثقة أكبر وهيأثر بشكل نفسيا على الزمالك في المنافسة على الدوري وبالتالي الماتش ده هو اللي هيكون حاسم لك الموسم الحالي حاسم لك هل أنت كمان هيرجعك للدوري ولا لا كمان أنت متراجع في الدوري فلو خسرت كاس مصر النهاردة وهو عندك كمان فرصة أكبر لنك تغسر الدوري ده معناه أنت خرج الموسم الحالي موسم صفري والأهلي جمهور الأهلي مش متعودة على فكرة الموسم الصفري فطبعا دي ضغوط كبيرة جدا على العيبة لازم تتعامل معها وأعتقد المدير الفني هيتعامل معها بشكل جيد هو كمان يمكن ضغوط عليه هو كمان نتكلم على درب الضغوط على كل الطرفين لو هنتكلم على فريرة ففريرة شفنا دي هو ذكي البعض بيقول اللي هو محظوظ عشان امتلك وقت وقدر اللي هو يعتمد على يفكر برا السندوق ويعتمد على مجموعة من الشباب قدرت اللي هي تصنع فارق سوارش الموضوع من النسبة له كان مختلف يعني هقول الحيات برضو اللي بيردد على لسان كتير من الجمهور بقى جمهور النادي الأهلي شايف اللي هو مامتلكش الوقت اللي خده فريرة شايف انه هو دخل مباراة برامتز كان بعدها عنده فترة راحة تقريبا اسبوع ثم بنتكلم على فيوتر آسف فيوتر كان فيه أقل من اسبوع بعد كده بنتكلم في برامتز وورا منها على طول الدربي فشايف ده سوء يعني حظ اللي هو سوارش هو ده اللي ما خدموش ما قدرش اللي هو يحط بصمته في المباراة دي تحديدا فريرة عنده خبرة شوية في الدور المصري يدرب الزمالك وعنده خبرة ويقدر يتعامل مع الأوضاع دي وكان عارف النادي كوي السوارش جي في وقت صعب جدا صعب وقت صعب لأنه ما عندهش وقت يحفظ اللعيبة أفكار وفي لعيبة لسه مش قادرة تستوعب أفكار فمش قادرة تنفذ اللي بيقوله ده ماتش برامتز يعني هو في الديارة 37 وقت لما الماتش وقف كان بتكلم على لعبة الأهل على تعليمات هو بيقولها وبيدربهم عليها لسه ما استوعبهاش وبالتالي هو طبعا مش محظوظ أنه جاي في وقت صعب جدا كمان جاي في وقت الأهل عنده أصابات كتيرة جدا ممكن كل شوية لما بيرجع لعب مستوى بيتراجع يعني لعبة مهمة جدا زي علي معلول واحد من أهم لعب الأهلي بيعمل خطأ في ماتش برامتز ده بيكون مؤثر على علي معلول في مباراة المباراة فيما بعد عمر السلية برضو مستوى متراجع في لعبة كتير جدا خبرات مستوى متراجع فهو استلم في وقت صعب صعب يحفز اللعبة ده كله وبالتالي كمان توقيت توقيت صعب بتقريب ما بيلحقش يعني طلع من 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 ماتشات زي فيوتشار اللي بيرامتز اللي للزمالك وهيطلع من الزمالك على تاني على الدور فكل ده صعب لازم لعبة الأهلي ده كمان فرصة للمساعدين المصريين اللي معاه لأنهم طبعا عارفين الزمالك أكتر عارفين الوضع الحالي أكتر هو يمكن بعض الأفكار اللي عايز يطبها أنا شايف أنها يعني في الوقت الحالة هيكون صعب تطبيقها الأهلي بيعاني من أزمة دفاعية لسه ما خادش وقته لسه محتاج وقت مش أقل من عشر مبارات يعني انت فكرك الحكم على سوارش أو الحكم على أفكاره مستحيل عشان كده الخبرات اللي موجودة عند لعابة الأهلي المفروض تسهل عليه وتسهل عليهم لأكل للأسف ده مش حاصل الفترة حالي يمكن ده شوية أغضب يعني جمهور الأهلي والزمالك ما بيديش فترة للتجربة يعني فإحنا بنتمنى إن هو يبقى فيه فترة للتجربة وندي فرصة علشان خاطر الرجل يقدر اللي هو يحط بصمته مزمون بس أنا أعتقد جمهور الأهلي غادر عشان وقاتنا والموجز توقعتك للمباراة سريعا سؤال الصعب دربة الجزاء أعتقد هتتخلص دربة الجزاء دربة الجزاء أه واللي هيفوز لا ما لا ما درشي